أعلنت وزارة الداخلية ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الغربية لقيامه بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وكذلك الإتجار بالعملات الرقمية على المنصات الإلكترونية بالمخالفة للقانون وأوضحت وزارة الداخلية أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الشخص وبحوزته مليون واربعمائة ألف دولار وعدد من العملات الأجنبية المختلفة ومحفظتين على منصتين بهم أرصدة دولارية رقمية ولابتوب وهاتف محمول وعقود شراء عقارات هذا وتقدر القيمة المالية للمضبطات بحوالي 130 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية